في شقه الاقتصادي حيث توقع رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات بالجزائر صوفيان حسناوي استمرار تراجع واردات السيارات خلال الأشهر القادمة بعد تطبيق دفتر الشروط الجديد المؤتل للنشاط وأوضح حسناوي لوكلة الأنباء الجزائرية أن الانخفاض الحاد سيستمر بطريقة ألية خاصة سنة 2015 لأن الطلبات توقفت ابتداء من أواخر مارس بعد دخول دفتر الشروط حيث التنفيذ والذي أدى إلى اضطرابات في مخططاتنا ولكن ابتداء من شهر مارس 2016 نرتقب أن تعود الواردات لترتفع بطريقة مسلسلة